ترجمة نانسي قنقر السيد فهد فوزي كان عن عمل الاتحاد وأكد سموه أهمية أن يركز الاتحاد في المرحلة المقبلة على موصلة تطوير وتنظيم لعبة البادل في البحرين مما سيلقى الدعم والمسالدة من الهيئة العامة للرياضة هذا وقد أصدر سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قرار رقم 12 بشأن عدد تعيين مجلس إدارة الاتحاد البحريني للبادل في دورته الحالية 2021-2024 برئاسة سعادة السيد فهد فوزي أحمد كان وعضوية كل من يوسف عبدالله محمد جمعة ومحمد خميس علي الرمحي وحبيب جواد حبيب الخياط وخالد محمود الرئيس وعلي إبراهيم عبد الرحيم شريف وعلي خليفة خالد المطر ومحمد عبدالله عبد الملك ترجمة نانسي قنقر